خد بالك عدد أهل الكهف كانوا كام؟ سبع سبع أشخاص الدولة كلها بتعبد الأصنام بما فيهم ديقنايوس اللي هو حاكم الدولة وكانوا قادرين السبعة دول إن هم زينا زي الناس والناس على دين ملوقهم هنخالف الريص هنمشي في غير الركاب ده حاكم الدولة؟ لكن لا هم اختاروا أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وأن يسيروا في ركاب لوحدهم وخل بالك زي ما الرحمة تأتي بأقل عدد افهم الكلام ده قويس قوي لإن بقوله لك لله زي ما الرحمة تأتي بأقل عدد من أهل الإيمان العذاب يأتي بأقل عدد من أهل الطغيان لو أنت رحت للقصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في صورة النمل خد بالك هتلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك أن مش البلد كلها كانت فسدة لا اسمع كده ربنا بقول إيه وكان في المدينة تسعة رهطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون تسع قبائل أو تسع بطون البلد كلها صالحة لكن كل واحد بيقول خليني في حالي وانا مالي يا عم احنا سمعين ومناش دعوة اسكت خلينا نعدي خلينا نكمل بيت عشان نوم لكن يا ترى حال ربنا سبحانه وتعالى لما جيه يهلك البلد جابت تسعة لوحدهم لا خلي بالك لا ده ربنا قال إيه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا يا الله كله أكله ليه الساكت والطاغي الظالم والساكت على الظالم علشان كده أهل الإيمان السابعة دولت لما اتقابلوا وتصرحوا أن هم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى سرعان ما ذع ستهم وراحوا وصل الصيت للملك فالملك جمحهم وجابهم إيه رأيكم بتعبدوا مين فوجهوه وما خفوش بنعبد ربنا سبحانه وتعالى لا لازم ترجعوا لعبادة الأصناع فربنا ثبتهم زي ما حكى القرآن وربطنا لأ قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ركز كده سبحان الله العظيم يا الله طيب الملك ما كانتش دي عدته الملك كان اللي بيؤمن بيرميه في السجن ويجوّع له أسد يفترسه لكن سبحان الله العظيم لأهم شباب وربنا ألقى الروعب في قلبه منهم فقال لهم اسمعون أديكم فرصة ترجعوا فيها الرشدوكم لعقلكم كده وتعودوا مع أسركم يرجعوكم لعقلكم ونرجع نتقابل كان ماشي وإذا كان من حسن حظهم ومن رحمة الله بهم راحوا لقوها فرصة إن هم ما يعودوش في المكان فروا مشوا ولما مش يعدوا على راجل بيرعى الغنم الراجل ده كان على نفس دين الملك لكن سبحان الله شافوا الكلب اللي بيحرص الغنم قد تبعهم مش وراهم الكلب ركز في الكلام ده كويس أوي لأن الكلام ده لي معاني عالية أوي مش وراهم الكلب وبعدين دخلوا جبل اختروه علشان يكون مأوى ليهم علشان يكون مخبأ ليهم ولما دخلوا دعوا ربنا سبحانه وتعالى بإن يرزقهم المناذل الآمن ويرزقهم النجاة فقالوا دعوة اوعد سبها لسيما يوم الجمعة أدي هدية هي مبكرة في الحلاء أوي قالوا إيه قالوا الدعوة اللي سجلها القرآن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعدين قالوا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة احفظ الكلمتين دول الآية دي والكلمتين دول يوم الجمعة إلزامهم بعد صلاة العصر لحد المغرب ستجد فرجا عجيبا من كل أمر قد ألم بك أدي نبديك هدية مبكرة طيب دخلوا في هذا المكان واختروا العيشة الصعبة اللي هي طبعا اعتزال أهلهم زي ما سجل القرآن وأعدوا في الكهف ده واخد بالك بقى ظنوا أنهم قد انقطعوا عن الناس ولم يدروا أنهم أصبحوا في معية رب الناس وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا سبحان الله العظيم عملوا إيه لجأوا ربنا سبحانه وتعالى وتضرعوا ربنا سبحانه وتعالى لكن ما كانش حالهم زي وزيك حالي أنا وإنت من غير ما تزعل أهل الإحسان اللي زي حالتنا لما ربنا يديله ويبقى شيش هيبقى تمام يفضل يكلمك عن خير ربنا ويشكر يبوس إيده وش وضع أول ما الدنيا تيأي شوية لا يملى الدنيا شكه وربنا قال على العبد ده كده اسمع وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء يفضل يدعى ربنا للنهار سبحان الله العظيم دخلوا إلى الكهف فألقى الله عليهم النوم فلم يشعروا بمرور السنين ربنا سخر لهم الكون كله بأسره علشان يكون في خدمتهم تخيأ؟ تخيأ لما ربنا يهيأ كل شيء من أجل إرادتهم ومن أجل خدمتهم تعال كده وقف قدام الشمس اللي تخشي لهم مخصوص علشان الجسم ما يتعفنش خشي كده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم أنت بتكرأ القرآن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكن عارف كل ده ما بيستوقفنيش وأنا بقرأ الصورة دي إنما بيستوقفني حاجة عجيبة أوي بيستوقفني أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الكلب في الصورة دي تخيل عارف ليه ربنا ذكر الكلب لأنه جاور الصالحين لأنه كان في زمرة الأولياء الصالحين الإمام القرطبي يقول لك خلي بالك إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته للعلماء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين للأولياء والصالحين والمؤمنين لما ربنا يذكر كلب علشان خالط أهل الإيمان والولاية والصلاح فإزاي الحال أنت يا بني آدم يالي خلأك ربنا عشان تكون خليفة لي في الأرض وأسجد لك الملايكة وكرمك ورفعك وسخر لك الدنيا بأسرها كل ما بقرأ صورة الكهف بقف قدام كلام ربنا عن الكلب بقف قدامه واستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم للراجل اللي راح يسأل النبي متى الساعة فالنبي قال له وما أعددت لها عملت لها إيه فالراجل كده رجع لورة زي ما بنقوله فقال ما أعددت لها كثرة صيام ولا صدقة ولا صلاة ولكني أحب الله ورسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه فأنت مع من أحبب الصحابة يقولوا إحنا مفرحناش بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فأنت مع من أحبب سيدنا أناس يقولي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم فعشان كده بقولك الكلب ما عملش بعمل أهل الصلاح لكن مجرد أنه هو لازم أهل الصلاح ربنا جعله في زمرة أهل الصلاح بقولك الكلام ده علشان تشوف محنة استمرت تلتمية وتسعة سنة أهل الكهف فضلوا في الكهف تلتمية وتسعة سنة وبعد كده ربنا كشف حمهم وأعلى شأنهم ونشر ذكرهم ومش كده وبس وسجل في القرآن حديثا عنهم يطلى إلى يوم القيامة تستفيد من ده إيه؟ تستفيد أن الليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر وأن الغمة مهما اشتدت فلابد من فرج قريب وكلما اشتدت الأزمة كلما اقترب الفرج وثق بأن الله سبحانه وتعالى سيسر لك